نادي الزمالك الأمور اختلفت نادي الزمالك كان في بعض اللي يمكن هزة ده يعتبر بالنسبة ليه نادي الزمالك اللي تعادل الرابع وبالتالي بتتعد عن النادي الأهلي المنافس التقليدي ليك في الدوري الممتاز وقلق حصل لدى جماهير نادي الزمالك من خسارة الدوري أو عدم الحفاظ على لقب للمرة الثالثة على التواري ده يمكن طموح وأمال جماهير الزمالك في فرقتها السنة خصوصا ما بعد ما حدث في الفترة الفاتت وبعد النتائج برضو للنادي الأهلي كان فيها حالات تعادل سوى بقى مع سموحة أو مع الفرق الأخرى اللي تعادل فيها النادي الأهلي النادي الأهلي عنده 3 تعادلات وبالتالي الأمور بالنسبة ليك جماهير نادي الزمالك الناخر خلص بقى الأمل ابتدى يعود مرة أخرى والأمور ما بتعدتش عن النادي الأهلي في الظل إن النادي الزمالك بيتعادل وبيخسر من أسوان لكن نادي الأهلي ساعده في وقت من الأوقات أن الأمور تفضل موجودة لكن التعادل الأخير مع الداخلية ده الترتيب الخاص بفرق الدوري فيوتشر بعد فوزه النهاردة بقى في المركز الثاني بيتفوق على نادي الزمالك بنقطة وبالتالي طبعا ده الشكل العام ما بعد مباراة يوم لسه طبعا الدوري لسه شغال لسه طبعا كلاسة مسوقية تبقى موجودة هنشوف مين بيكسب مين بيخسر حاجات كتير بتتغير في الوقت الحالي لكن الأهم ما حدث فيه نادي الزمالك والهذا اللي حصلت داخل نادي الزمالك إنها في بعض الأمور ممكن بتتغير في كلام كتير طلع عن فريرة ممكن هيمشي وأنا يمكن سؤالي أما هي ديوفي هل الظاهير الجماهير لفريرة يكون هو السبب لوجود فريرة حتى الآن داخل نادي الزمالك في الآخر يعني مجلس داخل نادي الزمالك بيبحث عن الفوز بالنسبة لفرقته وسعادة جماهيره وما يحدث داخل نادي الزمالك فيه تعادلات أو هزيمة من فريق أسوان ممكن يكون فيه تفكير داخل الإدارة فيه تغيير الخاص بالجهاز الفني طبعا اعتذار كتن أسامنا به بلا شك بلا شك في توقيت ممكن يكون صعب جدا أثر على الأحداث داخل الفريق في نفس الوقت الإدارة الفنية الغير جيدة فيه بعض المباراة بالنسبة لفريرة أكيد أثرت في ظل طبعا تعادلات في ظل هزائم موجودة أو هزيمة موجودة من أسوان أثرت برضو على الحالة الخاصة باللعبين وهنا بيستغلها فرق يعني الداخلية استغلت الجزئة الخاصة به هزيمة أسوان استغلت الحالة اللي موجودة داخل الفريق بالإضافة إلى التصرحات الخاصة بإدارة نجز زمالك عن بعض اللعبين والشكل الخاص اللي بيحدث داخل اللعبين وهو فكرة المسئولية لدى لعبين نجز زمالك هل هي زي ما كانت موجودة السنة اللي فاتت هل اللعبين عندهم المسئولين أنهم يفضلوا متواجدين في منصة التتويج ولا الأمور فيها شبع أنه خلاص أنا جيبت بقى السنة والتانية فخلاص بقى أنا عملت العالية ودي بيبقى طموح بتبقى موجودة لدى لعبين والإدارة طبعا أكيد بتبقى لها وقفة مع النقطة دي ممكن الوقفة تكون مش يعني بأسلوب ممكن تبقى فيها بعض الحدة وبعض الأمور اللي ممكن تكون تودي المنطقة التانية خالص أن الأمور تتفكت وبالتالي هنا نادي الزمالك في وقت في الوقت الحالي بين طريقين إنك ترجع للطريق اللي هو تكمل بين الموسم وأن اللسه الدوري طويل واللعيبة تفكر في النقطة دي وأنه هما لسه في المنافسة أو اللعيبة بقى تفك سوى بقى من خلال اللعيبة ممكن تكون مش في دماغها اللعيبة ممكن تكون هتغضب هتزعل خلاص رمت الفوطن للنادي الأهلي دلوقتي متفوق عليهم مثلا بخمس نقاط وفي ويتشار بخش تاني حاجات كتير داخل نادي الزمالك حدثت ما بعد ما بعد مباراة الداخلية والزمالك وزي ما أعطي لكم على الجانب الآخر النادي الأهلي بيعلن عن صفقات زي كريستو زي ما قلت شم صلاح يعني مين يا جماعة معلش عشان أنا نسيت الصفقة مين الصفقة تانية لنادي الأهلي اللي أعلن عليها جماعة بس عشان أنا نسيت الصفقة اللي أعلن عليها نادي الأهلي غير كريستو اللعب النجمة السحلي آه خالد عبد الفتاح لعب سموحة وده طبعا بديل عن أكرم طفيق في الجبهة اليومنا لعب كويس ولعب مهم